السيدات والسادة أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسارات حيث الاطلاع على مشروع الدولة الأردنية في المئوية الثانية من خلال إنتاج منظومة سياسية اقتصادية إدارية تكاملية في إطار تنمية المجتمع وتحديثه شمولها لمحاول عديدة بدأت أيضا عجلتها في الإنتاج والتشريع الذي تحقق على أرض الواقع وفي الأطر والهياكن المؤسسية وبات يمكن أن يتحدث اليوم عن عملية رفع الوعي بأهمية المشاركة والتشاركية لكافة الفئات في المجتمع وفي كافة الأصعدة اليوم تابع دولة رئيس الوزراء حواراته الدكتور بشر الخصونة مع مجموعة من شباب الجامعات في منطقة قليم الشمال في مختلف القطاعات والتحديث السياسي والاقتصادي وأيضا الإداري حوارية كانت مع الشباب دون قيود وبدون بروتوكولات بدأت سابقا من الجامعة الأردنية ومرت عبر جامعة مؤتوصلا اليوم إلى جامعة اليرموك في إطار البيئة الفكرية وتهيئتها ثقافيا وسياسيا لنعرف ونستكشف كيف يفكر الشباب في التحديث السياسي وأين يجدوا أنفسهم في التمكين الاقتصادي ورؤيهم في التحديث الإداري والمشاركة الحزبية هذا الحديث سيكون اليوم مع مجموعة مع علميني أو بارزيني من متابعي قضايا الشباب والتحديث السياسي الدكتور سامي الحراني وأيضا سيكون معنا السيد جمال الرقاد عضو لجلة تحديث المنظومة السياسية سابقا والأمين العام مساعد في حزب الميثاق نتابع الحوار مع ضيوفنا بعد هذه المقتطفات من لقاء دولة الرئيس في جامعة دير موك اليوم اليوم فكرة أحداث التدير المستقبل يبيتكم كاملة لدينا سلسلة من الضمانات الدشتورية والقانونية المرتبطة بحماية ممارسة كل النشاط والعمل السياسي من خلال بوابة الانتظام الحزبي من خلال نظام ممكن لممارسة الانشطة الحزبية في الجامعات مع المحافظة تماما على استقلالية الجامعات وعلى جودة الأملية التعليمية في الجامعات وعلى وضع الجامعات ودورها كمنارات للعلم والتعليم يجب أن تتمتع بحيادية كمؤسسات عن الانحيازات الحزبية ولكن مع توفير بيئة حقيقة ممكنة للشباب للانتظام والعمل الحزبي قوانين النظمة للحياة السياسية من قانون انتخاب أو قانون أحزاب سياسي يوفر مدخل ومداخل من خلال إفراد نسب مئوية للشباب للانتظام في عضوية الأحزاب والفرض على الأحزاب بأن قوائمها تتضمن شباب وتتضمن مرأة الأبواب مشرعة أمامكم نسب التصويت يجب أن تكون نسب أكبر بكثير من نسب التصويت لهذه الفئة العمرية من 18 إلى 35 عن ما كانت عليه في الانتخابات الماضية وكانت فقط 33% وكانت نسبة الاقتراع عنها في خضم كورونا العامة لم تصل إلى 30% كانت 29 وكسور الحقيقة لا يجب أن نرضى في إطار التحديث السياسي بأنه قل نسبة التصويت أنه في الانتخابات النيابية على أقل عن 20 نسبة مئوية زيادة عن الأرقام السابقة وللشابات والشباب دور مركزي وأساسي في هذا الكلام هناك ضمانات ملكية من جلالة الملك في لقاءه مع رؤساء الجامعات حول تشجيع التحديث السياسي والانتظام في العمل الحزبي البرامجي خصوصاً أن الأحزاب السياسية التي تنشئ اليوم ليست امتدادات الأحزاب الخارجية والأحزاب الداخلي هذه أحزاب تنطلق من إدراك الأولويات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الأردنية الداخلية وتفهم الموروث الاجتماعي الأردني بالكامل مدخلكم بالتغيير الاقتصادي ولصناعة القرار هو عبر الانتظام الحزبي اللي بوصلك لمواقع التأثير السياسي أو تأثيرك على من يصل إلى موقع القرار السياسي بالعملية البرلمانية والتشريعية بتأثير على البرامج الاقتصادية وتأثير على الرؤية الاقتصادية للدولة بشكل عام وأيضاً تحدث التغيير فيما يتعلق بكيفية تعريف دور وشكل وطبيعة عمل القطاع العام اللي احنا أيضاً بشدد عمل جاد على تحديثه وجعله أكثر فعالية وخدمة للمواطنين نجريد ورحب بكم عزيزي المشاهدين كان ذلك بعض المقتطفات من الجلسة الرئيسة في حوار اليارموك ورئيس الوزراء وأيضاً السادة الوزراء في الجلسات الموازية في إقليم الشمال ورحب مرة أخرى بضيفي الأستاذ جمال رقاد أهلاً وسلام بك يا مرحباً أيضاً دكتور سامي حراني فاتنا نقول أنك المدير المؤسس لمنصة فرصة.com أهلاً بك. علي أبدأ معك سيد جمال. اليوم لقاء ثالث وما تقييمك أولاً مسألة الحوارات في هذا الشهر؟ ابتداء دكتور موند كل عام وأنتم بخير وشلال سيدنا والشعبين الأردني والعربي والإسلامي بألف خير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وانطلاقاً من هذه الحوارات التي أطلقها دولة رئيس الوزراء ابتداء من الأردنية ثم المؤتة وانتهان بليرموك هذا أعتقد أنه اشتباك إيجابي مقدر محترم من لدى دولة الرئيس لإعادة إحياء هذا التشابك الإيجابي بعد صبات مر بعد تحديث المنظومة السياسية التي أطلقها جلال سيدنا فيه مع بداية المئوية الثانية وهذه الوجبة الإصلاحية التي أطلقت من الملك المحدث مع بداية الدولة الأردنية لتغيير واقع الحال يعني لكي نأتي بنهج جديد وبمنظومة جديدة محترمة مقدرة تعلمنا من تجارب سابقة ولكن نحن اليوم أتينا بهذه التجربة بتجربة منظومة التحديث السياسي والتي نتج عنها قانوني الانتخاب والأحزاب والتي أعطت تأكيد مؤكد على مشاركة الشباب وتحصيفهم وتحصينهم في القانوني بما يشكل نقلة نوعية وقفزة نوعية إلى الأمام لكي يكون الشباب هم صناع لمستقبلهم ومشاركين فاعلين في رسم طريق مستقبلهم وليوصول إلى حياة فضلة كريمة تفضي إلى فضاءات كثيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية بالتالي هذه اللقاءات والحوارات التي أضلقتها الحكومة بيئاس الدولة الرئيس المقدر وقبل سبعين أو ثلاثة كان دولة رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية دولة السيد سمير الفاعي من هذا المكان شكل هذه اللجنة على جهودها وليوم معظم أعضاء اللجنة اليوم هم فاعلين في الحياة الحزبية السياسية والذين انضموا أو انطووا تحت خيام حزبية شكلت حديثا أو كانت مشكلة سابقا وكان حثهم الشباب اليوم اللقاءات التي تحدث في القرى وفي القصبات المدن وفي الأطراف هي لحوار الشباب ماذا يريد الشباب من الحزب جميل يعني هذا السؤال مهم ماذا يريد الشباب من الحزب طيب خلينا نتوقف عندنا سيد جمال دكتور سامي اليوم أنت كنت في الحوار وراقبت ربما الجلسات الثلاثة الوجبة اليوم الحوارية في الجامعات ربما تطرح أسئلة كثيرة على رؤية الشباب للأحزب قبل أن نرجع لأنه أخونا جمال في حزب كيف الشباب يروا تشكيل الأحزاب وكيف تقيم الحوار اليوم من جهة شكرا جزيلا دكتور مهند وكل عام وأنتم بخير يمكن بدي أحكي على بالبداية على الحوارات اللي صارت بشكل عام يعني يمكن الإشي الجديد اللي فيها اليوم أنه كان فيه وجود مباشر يعني مش بس لدولة الرئيس لأعضاء الحكومة يعني أنت يمكن شفتوا حضرت كان دولة الرئيس فيه حوار وأعضاء الحكومة بمختلف الوزراء موجودين بين الشباب فكان فيه حوارات مع دولة الرئيس وكان الوزراء عم بتحاوروا مع الشباب بالجمهور ففيه كان هذا الوجود المباشر يمكن كان إشي جديد وإيجابي الموضوع الثاني كان فيه صقف عالي فالأسئلة كانت يعني مباشرة وما كان فيه أي حراج بالأسئلة الإشي الثالث والأهم هو دمج الموضوع الرؤية السياسية أو رؤية التحديث السياسي مع رؤية التحديث الاقتصادي مع تحديث القطاع العام والإداري هذول الثلاثة كانوا على جوار بمكان واحد بماءة نقاش لأنهم مكملين هنا مثلث أساسي يمكن القاعدة تكون تحديث القطاع العام والإداري ومن فوق نطلع بالتحديث السياسي والاقتصادي يمكن فيه من أهم الملاحظات أنه الشباب شوي فيه فيه لسه عدم فهم شو دور الأحزاب يعني لسه المبدأ تبع الحزب وكيف أنه الحزب بده يكون جزء أساسي في الانتخابات وتشكيل المجلس النواب ومستقبرا بإرادة جارة الملك ممكن المجلس النواب هو ليشكل الحكومة أو الحكومة تتشكل من المجلس النواب هذا الكاسكيدا وهذه التتابعية لسه مش واضحة كونه المشاركة الحزبية كانت مهمشة أو كانت معطن فالفكرة أنه اليوم إحنا الأحزاب هي جزء أساسي في العملية السياسية من خلالها بيصير فيه برامج وهذه البرامج بدت تكون اقتصادية بدت تكون اجتماعية وبيئية بغض النظر على كل المحاور وهذه البرامج هي أساس الخطة التنفيذية للحكومة وعلى أساسها الأحزاب بتمارس عملية المسائلة والرقابة هلأ هذه التسلسلية لسه مش واضحة بس اليوم إحنا بداية الطريق يعني لا يمكن حدا يشوف شو أثر الأحزاب اليوم إحدى الفتيات سألت أنا كيف بدك يعامن بالأحزاب أنا بدي أشوفها بعيني أول مرة أطلع يطلع حزب ويعمل إشي وبألاقيه أنه تطلع على مجلس النواب وعمل قانون وهذا القانون فادي مباشرة وقتها أحس أنه والله الأحزاب فاعلة بس لا يمكن هذا يصير إذا ما بلشنا بالمسار فاليوم في بداية جدية لازم نبدأ ومجدية لأنه يكون في مشاركة حزبية وسياسية جميل أسأل جمال لازم نبدأ اليوم ولازم الشباب يأتيوا وكمان أيضا فيه شباب أنت كمان بتفضلهم أيضا لهم بشتغلوا ومارسوا وإنتاجوا وعملية اقتصادية مش كل الشباب لازم يكونوا بالأحزاب وفيه قطاع آخر احنا بنحب يكون في الزراعة قطاع ثاني يكون في خدمات الـ IT شغالين اليوم لعل السؤال عند الشباب كان يأتوا إلينا ويؤسسوا أحزاب ويأخذونا معهم كأنه بدهم يحملون معهم يعني كجمهور فقط هذا سؤال انطرح في مؤتد وانطرح اليوم في إربت سيدي أنا متابع اللقات أعتقد أنه ما مثل ما تفضل أخي سيسامي يعني ما زال الشاب الأردني متخوف وعنده توجس من قادم الأيام بيقول هل هاي تجربة لنخوضها حقيقية وسنستمر أم سنتوقف في بعد انتخابات الـ 24 ماذا سيحلوا بالأحزاب بعد انتخابات هل تنجح التجربة هل سألاحق يعني أنا أعتقد أنه اليوم لابد من إعطاء الفرصة ببناء وصفة التغيير للشباب يعني الشباب لابد أن يكونوا هم بناء في وصفة التغيير القادمة في قادم الأيام من خلال المشاركة الحزبية وحثهم على يعني الاندماج في الحياة الحزبية ونحن في حزب المثاق الوطني أطلقنا الحواطن الشبابية والتي هي بمعنى أنه أنا مش بس أنا جاي سياسة اليوم أنا في عندي في الدولة الأردنية فيها من القيادات المحترمة المقدرة الشبابية القادرة على تطويع المستقبل لخدمة الأجيال القادمة اليوم أنا عندي أبناء وانت عندك أبناء وأخو سامي اليوم ماذا ينتظروا منا وماذا نقدمهم اليوم كنا نشتغل يعني عبارة عن وجبات مجتمعية جماعات اليوم مع هذا النهج الجديد مع هذه الوجبة الإصلاحية ومع مسارات التحديد الثلاث إن كانت السياسية أو الاقتصادية أو لدارية لابد من الإزاحة للأمان في تطويع وتهجين الفكر الشبابي إلى الانخراط في هذه العملية الحزبية من خلال الضمانات التي أتت من جلالة سيدنا وأتت فيه قانون الأحزاب والانتقر جميل شكرا لك أستاذ جمال رقال أيضا دكتور سامي فاصل قصير ابقوا معي أنتم والأخوة المشاهدين ثم نتابع هذا الحضار من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين وأرحب ضيفي الدكتور سامي الحوراني و سيد جمال رقال كنت تحدثت أستاذ جمال قبل الفاصل عن تجاوز عتبة الخوف يعني اليوم الذهاب إلى الشباب و محاورتهم و التحديدهم و تلمس أوجاعهم و سماع مخاوفهم فكل الضمانات أتت فيه القانوني بالإضافة إلى الضمانة الملكية يعني قانون الأحزاب بالمادة الرابعة يعني أتى واضحا أنه بتمكين الشباب و ممارس حقه الدستوري و القانوني و من يلاحق هذا الشاب المنتمي في الأحزاب إن كان في الوظيفة العامة أو كان في الجامعات هذا شيء ثاني لكن اليوم لابد من أعطاء الفرصة إلى الشباب ببناء وصفة التغيير من خلال المشاركة الحزبية و حثهم على الدخول بها و اليوم نحن أتين بالأحزاب بنموذج جديد نرسم ملامح جديدة ليس نأتي و نجمل ما كانه الماضي نحن اليوم جايين في عهد جديد في تجربة جديدة غير مسبوقة و لابد من الشباب لخوض غمارها و لكن اليوم نحن عندنا أسليب معينة لابد من الاشتراك يعني الحكومة اليوم بأركانها مثل ما حكا أخي سامي و شهدنا على لقاءة الثلاثة بالإضافة إلى مجموعة من القيادات المجتمعية المحترمة المقدرة التي تخوض زوايا الوطن من أركانه و الأحزاب السياسية اليوم يعني بداية الكثرة كويسة حتى نشارك و نشجع كل هذا مكونات المجتمع بما فيهم الشباب اللي يمثلون سبعين في المية و اليوم ثلاثة وستين في المية من السبعين في المية هم بعرفوا حكم الملك عبدالله المملكة الرابعة هم عاشوا في المملكة الرابعة و هم اللي تعايشوا مع جرات الملك عبدالله و نتلمس احتياجاتهم و يعني دولة الرئيس أعطى وجبة دسمة من الإصلاح السياسي بما يخص الشباب و التبكيرهم و هذا أتى بكل القوانين إن كان بالإدارة المركزية و إلا بقانون الانتخاب و إلا بقانون الأحزاب و بالتالي نحن اليوم نوصفة الإصلاحية موجودة و علينا أحنا السعي إلى الوصول إلى التجمعات الشبيبية و خاصة تكمن في قصبات المدن اللي إحنا إحنا لغاية الآن ما ركزنا على قصبات المدن مئة بالمئة في سأرجع معك على الأماكن المستهدفة ربما و يعني خاطة الشباب خاطة طيب دكتور سامي اليوم البعض يقول و ممكن أنت تابعت أنه عمليا كان في 80% من الشباب يعرفوا عن حسب الاستبالة و الزاحتهم و ما عن رؤى التحديث و هذا أمر كويس لكن البعض يرجع هذا التردد و هذه المخاوف و هذه الأسئلة أنه يا عمي بيجونا وزراء سابقين و أعيان سابقين و أسس و أحزاب و بدهم ين نركب بعهم في الباص هيك انطرح و وضوح و أنت كنت موجود اليوم و انطرح اليوم في يرموك و في مؤتة سابقا البعض يرجع الأمر إلى أنه فيه انسى موضوع الخوف لأنه كثير بيحكوا عنه والماضي بس برجعوا للأوضاع الاقتصادية أنه الشباب بيبحثوا عن فرص عمل بيبحثوا عن خطة واضحة لمستقبلهم أين سيكونوا؟ كيف سيكونوا؟ هذا التعليم تعلموه سيفسين حقا سواقهم و مشاركة سياسية يعني يمكن اللي عم تحكيه دكتور مهند هي العلاقة بين التحديث السياسي و العائد الاقتصاد اليوم واحد من الشباب بيحكي لك أنا شو بتحكيلي على تحديث سياسي وأنا بحي الارتين بجيبتي وبكيت دخان وفي اشي في ناس ما معهم وقال لي ما معهم فلازم يكون فيه علاقة واضحة حلقة واضحة بين التحديث السياسي والنهضة الاقتصادية وهي العلاقة المبنية على أنه اليوم التحديث السياسي هو مدخل لأنه يكون فيه مسائلة لأنه يكون فيه برامج واضحة تنفيذية لأحزاب بتغترحها وبتكون جزء من مجلس النواب بتكون من الجانب التشريعي وبعدها إذا شكلت حكومة بتنفذها وبعدها هاي البرامج وهي المشاريع هي أساس أي نهضة اقتصادية فاليوم لو بنحكي اليوم على رؤية التحديث الاقتصادي إذا اليوم خلينا نتخيل كمان بالألف وعشرين صار فيه مجلس نواب حزبي عم بحكي ببرامج بانتقل من الحالة اللي هي حالة الأشخاص لحالة البرامج هاي البرامج بتوعد أو تحكي بمشاريع واضحة بأمور تنفيذية بتتابع من خلال مجلس النواب ومن خلال الحكومة هذا لما يكون فيه مشاركة مبنية على البرامج العائد الأساسي غير أنه فيه مشاركة سياسية فيه تحديث اقتصاد لأنه فيه مشاريع رح تتم تنفيذها وهي المشاريع رح تعود بتقليل البطالة وفيرها وإحنا يعني يمكن واحد من الشغلات أنه حكت اليوم المشاركة السياسية والأحزاب ليس شيء جديد يعني اليوم إحنا مش بالدولة الأردنية يعني عم نعمل ثورة بعالم الديمقراطية الأحزاب موجودة في معظم الدول وهي جزء أساسي من تكوين العملية السياسية وتشكيل المجالس النيابية والتمثيل فاليوم فيه خطوة مهمة لأنه اليوم شاب يقدروا يشكلوا أحزاب اليوم كيف الشباب بدأت تشارك كيف نكون مش بالباص يعني كيف نحن فعلا بنكون لنا دور أنه نأسس أحزاب أو نقود أحزاب ويكون فعلا فيه مشاركة شبابية حقيقية يعني يمكن كان جواب لأيلي في وجود طبعا أحزاب أقوى وفي وجود دعم مالي لبعض الأشخاص وفي منافسة الجواب أنه اليوم مين الأقدر أنه يعرف المشاكل الأساسية اليوم اللي يمروا فيها الشباب وإيش اللي رح يمروا فيها بالمستقبل بمعنى اليوم مين الأقدر يعرف شو تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل طبعا مين الأقدر أنه يعرف مشاكل الأمن السبراني مين عم بيعرف أصلا فيه ترمينولوجيز أو مصطلحات جديدة ما بيعرفها للشباب فهذول الأشخاصين القادرين أنه يحطوا برامج ضمن أحزاب بتخصهم أو بيأسسوها تقدر تلامس الأشياء المستقبلية اللي رح يمروا فيها اليوم البطالة رح تكون بشكل مختلف مع تخصصات المستقبل الجيل القديم عنده حكمة وعنده قدرة بس اليوم ما عنده النوها أو المعرفة بإيش اليوم عم بيمر الشباب وإيش كيف ممكن يواكبوها فاليوم هي واحدة من الشغلات الإشي الثاني أنهم عندهم قدرة على استعمال التكنولوجيا بشكل فعال وبشكل قوي فاليوم صح ممكن يجي حزب بتمويل كبير بس بيجي مجموعة شباب ونحك لهم زي مبدأ الستارتاب زي مبدأ اللي بيعمل الشركة الريادية بيبالشوها بكراج لأنه عندهم القدرة على أنهم يستعملوا التكنولوجيا في التواصل لأنهم عندهم القدرة أنهم يستعملوا التكنولوجيا كيف يكون مع بعض رح تعطيهم ميزة تنافسية ممكن تضاهي أشخاص عندهم قوة اقتصادية أكثر لا ينشوق حزب فاليوم الدعوة لأنه نفكر بطريقة مختلفة بالعمل السياسي والتحديث المنظومة السياسية أكثر قربا لابتكار السياسي يعني اليوم في صح في ابتكار بالجانب الاقتصادي بس اليوم نحنا كمامنا نطلع بابتكار في الجانب السياسي وهذا يمكن نحكي فيه بالتفاصيل جميل بصر جمال ابتكار في الجانب السياسي يعني اليوم ما بصير أو على أقل مش نحنا نحكم أنه الشباب يقول لك ما بدنا بنفس الدغة اللي كنا نحكي بها الزمان تعالوا بنبعدكم بوظائف وابصر يعني ممكن اليوم الحديث عن حزاب برامجية ما الذي يقدم باعتقادك أو كيف تجدون استجابة الشباب أو هل يسائلون أحزابهم عن البرامج التي ينتسبون إليها يعني أنا بدروح أنتسب اليوم لحزب وأنا موجود بالكرك أو موجود بالرنثة أو بالغور أريد أن أرى ما رؤية هذا الحزب لمنطقتي لمحافظتي سيدي إذا سمحت لي عن تجربة يعني أنا بعدما أخلط في الحياة الحزبية واليوم أنا الأمين العام المساعد لحزب المثاق الوطني شكلنا في بعض المحافظات اللي جاني الشبابية الشباب هي بتتواصل مع شباب تلتمز حيات الجاة اليوم الحياة السياسية والأحزاب السياسية مش بس انتخابات برلمان اليوم في برنامج يعني بتشكل 20% من الجانب السياسي الانتخابات ولكن هناك برامج ستطرحها لأحزاب تحاكي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتربوية والابتكار والذكاء الصناعي اليوم يعني في تجربة قبل أسبوع طرحناها أنه الفن يعني احنا بحزب المثاق أطلقنا مسرحية تحاكم كيف نبدأ من أين نبدأ تساعد وتساهم وتشجع الشباب على المشاركة في الحياة الحزبية اليوم عندك أكثر من وسيلة أنك ترقب هذا الشاب في الانخلاق هذا جميل لكن الشباب يقولوا أعطيني خمزا قبل أن تعطيني حزبا أعطيني وظيفة قبل أن تعطيني حزبا كيف نواجه أنا لا أحكي عن حزب بعيني بس بشكل عام هذا المطروح بالسوق اليوم أخوي سامي قال أن هناك تخصصات جديدة وفي المستقبل ستطلع تغير 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 في هذا العالم الإفتراضي وهذا العالم المعرفي ولكن اليوم يعني فيه قيادات محترمة مقدرة خدمة في الدولة الأردنية عندها الحكمة واليوم الشباب عندهم الهمة والمعرفة فلا بد أن نعمل دمج دمج الأجيال وحوار الأجيال يعني ما بين 30% وال70% اللي يشكلوا في مستقبل الدولة الأردنية لأنه اليوم كل التخوف من الجانب الاقتصادي اليوم نحن عندنا يعني قنبلة موقوتة البطالة اليوم اللي اللي عم نشوفها من المخرجات ومقذفات التعليم العالي إلى سوق العمل يعني ومثل ما تفضل دولة الرئيس اليوم أنه القدرة الاستعابية من 10 إلى 15 ولكن نحن مقذفات التعليم العالي سنويا تتجاوز 125 ألف طيب أنا وظفت 10 ألاف 20 ألف الباقيوين إذا لقى فرص عمل بد يروح إلى أفات كثيرة تهدد المجتمع فاليوم على الأحزاب عاتق كبير وعلى عاتقها حمل كبير أن تقدم مصفات إصلاحية محترمة مقدرة إن كان في الجانب الاقتصادي ولا كان في الاجتماع الصناعي ولا كان في تطويع وتوجيه الشباب إلى المشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة وهذه النوافذ لا بد أن نركز عليها من خلال البرنامج الذي يطرح الحزب اليوم الشاب قادر أنه يحكيك في كل المواضيع يعني بدك تكون أنت في منتهى المصداقية والشفافية معه حتى ترسم له خارطة طريق واضحة أنه يصل لبعد 10 سنوات إلى أين اليوم في أجيال كثير من الأجيال القادمة تنظر إلينا ماذا نقدم لها اليوم نحن في الأحزاب السياسية علينا أن نضع برامج واقعية قابلة للتطبيق والقياس جميل بعد الانتخابات وبعد ما هذه الأحزاب السياسية تصل إلى لدارة الفذية في الدولة رح تحاسبنا جميل توقفون رحين نرجع نحكي بعد الفاصل أستاذ جمال دكتور سامر عن المعيقات والمشاكل والتي تحول دون هذه المشاركة أبقوا معنا عزيزي المشاهدين تفضلوا بالمتابعة بعد الفاصل القاسية من جديد ورحب بكم عزيزي المشاهدين وعيد الترحيب بالدكتور سامي الحراني وساعدة أستاذ جمال الرقال دكتور سامي كان حديث الأستاذ جمال عن موضوع كيف نتقدم مرة أخرى للشباب بأي شكل وبأي خطاب وبأي صورة اليوم اللي بدي أسأل أنا إذا ما ما شاينا بهذا الرتم إحنا اليوم رئيس الوزراء أعلن كما قال في جامعة موت أيضا وفي الأردنية أنه في انتخابات قادمة ستفرز تجربة أولى أو سنة أولى التحديد السياسي الخنسمي حتى نتخرج ونصر إلى 2020 لابد أن يكون هناك مخاطر وأخطاء وعفرات ويمكن من المعقول أن تكون تجربة بدون أخطاء هل تجربتنا اليوم بمعايير التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والتحديد السياسي باعتقادك تسير خطة واضحة تؤكد الحكومة أنها تسير بثبات وخطة واضحة لكن طبعا نحن لا نضمن العثرات والأخطاء تفضل دكتور مهند يعني ما في أي شي لا يخلو من خاطر لا قيمية همية ولا إذا بدأت سحر يعني في عصاة سحرية مرة واحدة صرنا إحنا تجربة حزبية ويمكن ويمكن واحدة من الشغلات اللي يعني بالمفهوم الطبي أياما فيه شغلات بدأتأخذ وقتها يعني اليوم يعني ما فيه واحد عنده على مستوى التهاب بدأت أعطي أنتبيوتك بدأ يبعد أربع خمس أيام لأسبوع فاليوم فيه عندنا أزمة ثقة أول شي هاي الأزمة الثقة مش سهل إنك تحلها بتجربة وحدة أو بدورة انتخابية المتوقع يعني إنه إحنا اليوم على بداية طريق رح يصير فيه عثرات إلى دخل إنه يمكن الأحزاب مشكلية تكون برامجية الأحزاب مش يكون كلها ليوصلوا للمجلس ولو إنه فيه كوتا يعني بتخلي إنه على الأقل شابين ومرأتين يكونوا على الرأس القائمة بس يمكن اللي يصير يكون فيه أكثر أحزاب بالشكل التقليدي يكون فيه أحزاب معتمدة على أشخاص مش برامج لكن هي بداية هون بيجي الشطارة أو قدرتنا اليوم إنه هذه البداية تكون بداية قوية مش تكون بداية ضعيفة تحبط التجربة وهذا اللي يمكن اليوم لقاءات الرئيس واللي عم تعمل الحكومة أنه اليوم خلينا نبدأ ببداية قوية هذه البداية القوية ونعترف أنه ممكن يكون فيها أخطاء ورح يكون فيها أخطاء ورح يكون فيها مشاكل وهذه هي المشاكل اللي متوقعينها بس ننقلل من المشاكل وننقلل من الضرع من حجمها وضرعها قد ما من نقدر على أساس التجربة الأولى تكون تجربة فوق الخمسين بالمئة ما من نحكي تسعين بدأتش تكون تسعة وتسعين بالمئة خليها تكون بإعلامة النجاح على الأقل لتكون تجربة اللي بعدها يمكن خمس وخمسين ستين لنوصل لمرحلة اليوم لا يوجد ولا ديمقراطية بالعالم أخدمية بالمئة ولا ممكن ولا رح توصل لتميهم لأنه فاليوم كبداية لابد أن التجربة القادمة تنجح واللي رح ينجحها أنه نتجاوز أزمة الثقة طيب هذا طرح مهم أنه يكون واضح بالنسبة للناس كما أن أيضا الشباب اللي بطرحوا أين تجد مكانك في قطاع العار أم في القطاع الخاص في الاستبان اللي وزعتها لأرسلت الشباب في كثير من يجدون نفسهم بالقطاع الخاص لكن بعد شوية يطلبوا وظيفة اليوم كيف أنا بدي أمكنهم يجدون نفسهم بالقطاع الخاص سمعنا اليوم دولة الرئيس يتحدث معه عن المال عن ضرورة توفير المال لتنفيذ مشاريعهم تنفيذ أرؤاهم تنفيذ النشاطات الابتكارية يكونوا في مشاريع وانتجه في المحافظات والأطراف كيف يمكن أن يأتي الاقتصاد لهؤلاء الشباب من بوابة السياسة أيضا أنا برأيي من بوابة السياسة أن الأحزاب اليوم جزء برامجها يكون في ميجا بروجيكت في الأورتن مشاريع كبرى كبرى اليوم نحن بحاجة لسكة حديد من أربد العقبة هذه السكة الحديد ستوصل جميع الأطراف وستعمل نقلة نوعية في الاقتصاد وكله في التنمية بشكل عام من أربد العقبة وما بينهما فاليوم أنا برأيي الشخصي الميجا بروجيكت والمشاريع الكبرى هي مدخل أساسي لتحسين الاقتصاد الأورتني الموضوع طبعا الريادة والابتكار والمشاريع الريادية مهمة جدا لكن بنا نحط ببالنا أن المشاريع الريادية والابتكارية لات نسبة فشل عالية فعنا مشكلة بنسبة فشلها لأكتر من تسعين بالنسبة فاليوم نحن يمكن كمدخل أساسي لحل المشكلة الاقتصادية أن الأحزاب يكون عندها القدرة تنتقل واضحة كبرى تقدر توفر فرص عمل منها يمكن مشاريع جيدة وممكن توسعة مشاريع قديمة مثل البوتاس والفصفات وغيرها وفي أنها يمكن أكثر من 8 مسرعات في التحديث الاقتصادي يمكن البناء عليها في رؤية التحديث أستاذ جمال اليوم نطوح لتطويع التحديات تصبح فرص اليوم مثل ما تصدلت أنت لحزاب برامجية تدرس قطاع الزراع قطاع النقل قطاع الانبناء والإنشاءات وممكن وتقدم رؤية التعليم اليوم التعليم جانب مهم إعادة النظر فيه حد ذلك الرئيس في أكثر من لقاء عن موضوع التخصصات الراكدة والإصرار على الطب والهندس وإحنا بدنا اليوم قريبة فضل ذكاء صناعي وإنتاج الدكتورنا وأنت العارف اليوم يعني أحنا دخلنا المئوية الثانية من عمر الدولة و70% تعددون 35 فأحنا دولة فتية وهذه الدولة الفتية فيها من القدرات الشبابية والطقات الإنتاجية الإيجابية العالية وصدرنا يعني اليوم نلاحظ شبابنا في العالم مبدعين ومطوعين لأفكار جديدة خدمة الإنسانية يعني من جوجل يعني في أحد المشاريع جواكر التي انطلقت بأفكار أردنية اليوم الأحزاب السياسية اليوم عليها دراسة واقع لحال الشباب عليهم مصراحتهم وعليهم أنت سأل السؤال قبل شوي الاقتصاد بوابة السياسة اليوم الحزب يريد يروح ويطرح برامج الحقيقية الواقعية الظاهرة اللي يقدر من خلاله أنه منتسبي حسبوه اليوم أنا عندي الشباب الأردني متعطش أنا ليش أروح على الأطراف اليوم لأنه اليوم قصبات المدن يعني إذا بتطلع على الخريدة يعني الانتخابية في المملكة الأردنية عندي أربع ما يقارب أربع مليون وثمانمائة سبعمائة ألف اليوم عمال حالها ثنين مليون ولكن دائما نسبة التصويت في الأطراف أكثر من فعلى التالي اليوم لابد من الذهاب إلى الشباب ومحاوراتهم ومشاركتهم والعلوم اليوم الشاب الأردني عنده المعرفة كاملة ولكن هو يبحث عن فرصة عمل كيف يحصل على فرصة عملها هذا اليوم هذا السؤال من خلال اليوم علينا أحنا كأحزاب وكعاملين على تطويع الشباب والمهتمين في القطاع في التحديث السياسي أو في الصلاح السياسي أو الإداري واليوم كل هذا مثل ما تفضل أخو سامي عندنا مشتريع كبير لازم تكون ولكن علينا تجويد الإدارة العامة في الدولة العردنية وهذا عندنا معيق لأن اليوم حتى في القطاع العام يشعر في عدم المساواة حتى في القطاع الخاص يشعر في عدم المساواة اليوم حتى نكون نصالح شعبنا ونصالح شبابنا علينا المصداقية في طرحنا وفي برامجنا والوصول إلى أهدافنا مباشرة وهذا مرهون عليه في الانتخابات الأربع وعشرين يعني اليوم في ازدحام في عندي اليوم سبعة وعشرين بس دقيقة دكت سبعة وعشرين حزب اليوم في أربعة تحت تأسيس أنا هذا التنوع كويس ولكن أنا بعد الأربع وعشرين أنا أتأكد الحزاب رح تتدمج رح تتقلص رح تتشكي ست سبعة برامج وهذه تعطيق تتقي على أهداف كبرى وقدم رؤيها وطنيك وهذه تعطيق دافعة كبرى للوصول إلى التفكير في بشريع كبرى مقدرة تخدم الشب بالأردن جميل دكتور علي أنهي معك دكتور سامي التعليم مرة أخرى أكثر من مرة التخصصات الراكدة وأطر التعليم وشكل التعليم وأنت مهتم في موضوع وفي منصة أسستها في موضوع فرصة فرصة كيف تجد مستقبل شبابنا وتعليمهم اليوم في ظل تحديث عن تنمية اقتصادية وتحديث اقتصادية اليوم يمكن حتى يصير فيه تحديث اقتصادي المنظومة التعليمية كلها بدها عادة هيكلة ويمكن ثورة لأنه اليوم المخرج التعليمي مش عم بيوازي الاحتياجات اللي في سوق العمل اليوم فيه تخصصات كثيرة للأسف خلال عشر سنوات رح تنتهي فاليوم احنا بحاجة لنقلة نوعية بمنظومة التعليم في أردن كلها لا تقدر تواكب يعني اللي عم بدخل اليوم على الجامعة يقدر بعد عشر سنين يكون له شغل يقدر يمارس يكون عنده فرصة تعمل وهذا برجع دور المشارك السياسي الأحزاب السياسي يكون عندها الاطلاع والقدرة أنها تحط برامج بهذا الحجم وبالأخير يمكن الأهم هو دور المسائلة يعني دور الأحزاب اليوم غير وضع البرامج هو المسائلة على التنفيذ جميل شكرا دكتور سامي الحوراني مدير مؤسس لمنصة فرصة دوتكم أيضا ما شاء الله مجموعة من المبادرات أنت قولت على تأسيسها وتعمل عليها الأستاذ الجمال رقاد المين عم مساعدة حزب التيار المثاق أيضا شكرا لوجودك معنا عضو النجلة الملكية سابقا ويبقى التحدي دائما أمامنا عشر سنوات كيف سيجد الشباب أنفسهم في هذه الأحزاب وفي التحديث السياسي في ظل وضع اقتصادي أيضا لا يقل صعوبة عن صعوبة النجاح في التحديث السياسي شكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين حتى نلتقي مسائل أحد هذه التحية ولا لقاء اشتركوا في القناة